تستمر قوات الاحتلال بقصف المدنيين في غزة وملاحقتهم من شمال القطاع إلى وسطه وجنوبه في خطوة لتفريغه من سكانه وإجبار أصحاب الأرض على الهجرة من أرضهم هذا ليس استنتاجاً للأحداث فقد طالب وزير المالية الإسرائيلي بعودة المستوطنين إلى غزة بعد انتهاء الحرب داعياً إلى تهجير فلسطيني القطاع البالغ عددهم نحو مليونين وأربعمائة ألف مدني إلى دول أخرى الوزير الإسرائيلي اعتبر أن إسرائيل إذا ما فعلت ما سمه الشيء الصحيح استراتيجياً فسيكون هناك نزوح جماعي للفلسطينيين وسيعيش المستوطنون في غزة مضيفاً أنه إذا ما كان هناك مئة أو مئة ألف فلسطيني في غزة بدل مليونين سيكون خطاب اليوم التالي للحرب مختلفاً تماماً على حد تعبيره ثمت شيء أخطر سارعت وسائل إعلام الاحتلال لنافية رغم تأكيده من القناة الثانية عشرة العبرية بشأن اعتزام حكومة الاحتلال تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وسيطاً بينها وبين دول غربية لإقناعها باستقبال مهجرين فلسطينيين من غزة بعد انتهاء الحرب بلير الذي شارك جورج بوش الأبن في غزو العراق وتسبب بنتائج كارثية بحسب صحيفة الجارديان قبل أن يستقيل عام 2007 ليؤسس معهداً يحمل عنوان التغيير العالمي الذي كانت أبرز مهامه إقناع أنظمة دول عربية للتطبيع مع إسرائيل يعين اليوم لدى الكيان المحتل بصفة منسقاً للشؤون الإنسانية وإذا ما تأكد ما جاءت به القناة العبرية حول دخول بلير للمساهمة بتهجير الفلسطينيين فإن ذلك سيعتبر غطاء لأكبر عملية نفي للسكان أشهدها العالم في العصر الحديث جريمة ضد الإنسانية بحسب منظمة العفو الدولية التي لطالما رفضت تهجير المدنيين بالقوة كما تفعل إسرائيل اليوم ترجمة نانسي قنقر